بحث رئيس دولة الإمارات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آن نهيان مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور الشاد العليمي العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين والمستجدات على الساحة اليمنية إضافة إلى عدد من القضايا محل الاهتمام المشتركة وأكد الشيخ محمد بن زايد خلال اللقاء الذي جرى في مجلس قصر البحر بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي أكد وقوف دولة الإمارات لجانب شعبنا في سعيه لتحقيق طلعاته نحو السلام والاستقلار والتنمية والازدهارة من جانبه عبر أدكتور شاد العليمي عن شكره لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد لحسن الاستقبال وتقديره للدعم الكبير والمؤثر الذي تقدمه دولة الإمارات متمنية للإمارات وشعبها مزيدا من التقدم والرخاء وفي العاصمة السعودية الرياض التقى عضو مجلس القيادة الرئاسي نائب رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي اللواء روكين فرج البحسني القائدين الوطنيين المناضلين اللوائين محمود الصبيحي وفيص الرجب وهناء البحسني اللوائين الصبيحي ورجب بالإفراج عنهم من سجون الميليشيات الحوثية بعد اعتقالهم خلف القضبان لمدة ثمانية أعوام غطئ عليهم الزيارات والاتصالات خلال فترة الحبس مباركا لهم العودة إلى الحرية والحياء ولم يشمل بعائلاتهم وأثناء اللواء روكين البحسني على صبر وثبات المناضلين الصبيحي ورجب وصمودهم في وجه الميليشيات الحوثية مبدئا حرص مجلس القيادة الرئاسي على تقديم كافة الدعم والرعاية لهما تعويضا عن الأذى الذي أصابهما خلال فترة إخفائهما وتغييبهما في سجون الميليشيات كما جدد حرص المجلس على استكمال الخطوات للإفراج عن باقي المحتجزين في سجون الميليشيات الحوثية وخصوصا المشمولين بقرار مجلس الأمن الدولي ترجمة نانسي قنقر في غضون ذلك أشاد عضو مجلس القيادة الرئاسي نائب رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي الليواء روكين فرج البحسني بالدور الذي لعبه فريق الحوار الوطني الجنوبي الخارجي في تقريب وجهات نظر المكونات خارجيا وحث البحسني خلال لقائه في الرياض عضو فريق الحوار الوطني الجنوبي الخارجي رئيس جمعية تافع الأمريكية الخاضر السليماني على استمرار الحوارات الوطنية في الخارج واطلاع كل الأطياف والمكونات في الخارج على مستجدات الأوضاع السياسية في الساحة الوطنية وتعرف الليواء روكين البحسن من الخضر السليماني على الجهود التي بذلها فريق الحوار الخارجي والتي تضمنت نحو 200 لقاء خارجي تبلوارت من خلالها الأفكار والمقترحات وأفضت إلى اللقاء التشاوري الجنوبي ووثائق وطنية وفي مقدمتها الميثاق الوطني الجنوبي ولبحث العلاقات الثنائية بين البلدين والجهود التي تبدلها الدبلماسية الأمريكية لإحلال السلام في بلادنا التقى عضو مجلس القيادة الرئاسي عثمان مجلي سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى اليمن ستيفن فاقن وأكد مجلي أن الحوثي يرى السلام فرصة للتنشيط وترتيب أوضاعه العسكرية والسلام بالنسبة له أيضا كلمة عائمة يستخدمها خلافا للمعنى الحقيقي الذي يعرفه المجتمع الدولي وأضاف أن المجلس الرئاسي يبدي مرونة عالية في التعاطي مع القضايا السلام لأجل الشعب ويرفض رفضا قاطعا أي عروض تسلم فيها رقاب الشعب للعدو الحوثي الذي لم يتوقف يوما عن استهداف المدنيين والعسكريين ولفت مجلي لأن المعلومات التي تصل من المناطق الخاضعة لسيطرة الميليشيات تشير إلى تحركات عدوانية عسكرية تقوم بها الميليشيات الحوثية استعدادا للحرب وليس الدخول في أجواء السلام كما تعمل على نغل كميات كبيرة من السلاح الثقيل بين الجبهات وتجند الأطفال في المراكز الصيفية وتعمل بوتيرة عالية على حفل خنادق مموهة وتستحدث مواقع عسكرية ومنصات لإطلاق السواريخ لجن هجماتها العدوانية في الداخل والخارج بما في ذلك استهداف ممر الملاحة البحرية والمنشآت النفطية في المحافظات الجنوبية إلى ذلك كانت الميليشيات كل أنواع التهديد والوعيد للمنطقة عبر ما يعرف بالمتحدث العسكري لميليشياتها في ذكرى يوم الصرخة الحوثية الذي يصادف هذا العام ذكرى ما يعرف بالوحدة اليمنية حيث طالب فيه متحدث الميليشيات الحوثية الجنوبيين بالشراكة معهم المزيد في هذا التقرير الذي أعده الزملاء من غرفة الأخبار بهذه الكلمات دخلت جموع الميليشيات الحوثية ذات يوم بكل جبروتها تكيل الموت المجانية لكل ما تدب فيه الروح في مدينة عدن قبل ثماني سنوات بلا كلل وملل وبتهمة الإرهاب جاءت وهي التي تمارسه كما تتنفس وللمفارقة أن كلمات الموت هذه أصبح لها في نطاق سيطرة الميليشيات عيد وذكرى المسألة مسألة الدين شوفوا في الأرض وفي العالم هناك مشروعين مشروع الله ومشروع الشيطان ما به مشروع آخر لما بلا حق وباطل حق وباطل أو الميليشيات الحوثية والآخرين هكذا يفسر ما يعرف بالمتحدث العسكري للميليشيات الحوثية الإرهابية نظرته للآخرين في ظل ما تعرف بذكر الصرخة التي أحيت فصول الموت على الجنوبيين وكل ما هو حي وهو ذات الشخص الذي ينادي الجنوبيين بالشراكة في جزء آخر لنفس الخطاب يناقض فيها حديثه الأول ومتناسيا جرائمه التي حفرت في ذاكيرة الجنوب هذا الوحدة يعني ما هي مسألة أتت من فرع هي عمدت بدم بدم اليمنيين وهذا يعني الله بيدعو للوحدة واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا سمعت أمس الخطاب الرئيس المشهط وهو بيتكلم كلام واضح منصف كلام منصف النه تعالوا إلى كلمة سواء على أساس نحن هذه شعبنا هذه بلدنا أم توظلمتوا في صحف الجنوب جاء مظلومية مثل ما ظلمنا في صعدة مثل ما ظلم الشعب بكله وتعالوا الحقوق تأخذ كل واحد يأخذ حقه ونبني دولة صحيحة دولة يمنية ومسألة الوحدة ما هي لا بيد الشمال ولا هي بيد الجنوب هي بيد شعب شعب هذا شعب قد اختلط كله لم تكتفي الميليشيات بتصدير الإرهاب إلى المنطقة عبر تهديدها بإشعال الحرب في المنطقة بل وتخاصم الذاكرة التاريخية الجنوبية بلا حياء حينما احتفلت بيوم صرختها الإرهابية تزامنا مع ما يعرف بعيد الوحدة الدامية في ذاكرة الجنوبيين دون حتى أن يكلفوا أنفسهم عناء الاعتذار على جرائمهم في عدن معاكل الذكرتين صرخة تنادي الله أكبر حينما تفتعل أيديهم القتل والإرهاب وتنادي الموت لأمريكا وإسرائيل وتقتل من الجنوبيين لا أمريكا وإسرائيل وتلعن اليهود وهي أحق به فهكذا هي أفكار الكهوف التي أنجبت الميليشيات فلا تعرف طريقا إلا طريق الموت ولا لغة إلا لغة الحرب فكيف بمن لا يزال يهرول ويهوى باب اليمن المتحوث يصلح صرخة في أسبوع واحد